الجولة الجوية التي قامت بها قيادة طيران الجيش أهمية هذه الزيارة وعدد الزائرين الذين توجهوا إلى مدينة كربلا الحقيقة هذه الزيارة مهمة جدا نستطيع أن نقول أنه أكثر من 6 إلى 7 مليون زائر سوف يدخلون فقط من خارج العراق أضف إلى ذلك الزوار المحليين لذلك تحتاج إلى جهد جوي كبير وتحتاج إلى جهد استخباري وإلى قطاعات منتشرة ولهذا السبب نحن في هذه السنة تختلف عن كل السنوات أكثفنا من الجهد الجوي والاستخباري وكذلك زيارة القطاعات وانتشارها فتحنا مقرين مسيطر أحدهما في النجف والآخر في بابل كثفنا من دولياتنا الجوية وكذلك من استطلاعاتنا ومجهودنا الاستخباري والأمني أيضا كثفنا من أطواقنا الأمنية وزيارة عدد المفتشين والجهد المعلوماتي طبعا اليوم رافقتنا قناة الرشيد جوا وطلعنا وشفنا القوات الأمنية تعمل بكل كفاءة مع العلم ازدياد الأعداد المليونية المتوجهة إلى محافظة كربلاء شفنا أيضا وسائل النقل اللي قاعدة تنقل الزائرين تم مسك الحدود الإدارية لمحافظة كربلاء بقوة من قبل القوات الأمنية جاءتنا أفواج من الشرطة ومن الجيش والأخوة في الحجر الشعبي تم مسك المدينة بالكامل هناك جهد استخباري كبير هناك جهد من قبل القوة الجوية وطيران الجيش لمراقبة أجواء كربلاء تم تفتيش كالصحراء الغربية وبادية النجف الأمور تسري لحد الآن بشكل جيد جدا السيابية نعم موجودة حركة نقل موجودة الزوار قاعد يطلعون إلى خارج المحافظة يعني زوروا ويرجع بالإضافة إلى هذا الحد الآن احنا ما قطعنا واليوم 16 من محرم وقطع ماكو مع عدل طوق الأول والثاني القريب من المدينة